أنا سؤالي بس فاني معايز أفهم حاجة أنا برضو لغاية دلوقتي يعني اوكي أنا فاهم انه الصين وروسيا وقفين مع سوريا ومع النظام السوري أو يعني مع سوريا من وجهة نظرهم اللي ألا وهي النظام السوري طب هو ايه سر الوقفة يعني أنا برضو مش قادر أفهم هو فيه اتفاقيات مثلا ما بينهم ما بين سوريا وروسيا او سوريا والصين بالدفاع مشترك مثلا او ما شابه لصدور الفيتو لانه برضو صدور الفيتو ده مش حاجة أوليلا يعني هناك علاقات استراتيجية تربط الصين وروسيا مع سوريا من خلال المؤسسة العسكرية روسيا تملك قاعدتين بحريتين في سوريا واحدة في طرطوس والأخرى في اللادقية وهذا حلم منذ الامبراطورية الروسية يريدون موطئ قدم في المياه الدافئة والقرب من منابع النفط في الخليج العربي ومن منطقة جيو بوليتك سياسية خطيرة جدا مثل سوريا مفتاح الغرب ومفتاح الأوروبا من جهة تركيا وهي مفتاح لدول الخليج عبر الأردن وهي بالقرب على حدود مباشرة مع العراق ومع إيران هي منطقة خطيرة جدا وبالتالي تواجدهم من الناحية العسكرية في سوريا موجود بقوة منذ لا يقل عن 40 عاما هذا تراث متراكم لدى روسيا والصين لا يستطيعون التخلي عنه بسهولة ولكن لا يمنع هذا أيضا من هناك علاقات اقتصادية في غاية العمق فجميع الشركات النفط في سوريا معظمها هي روسية والتي تعمل باستخراج الغاز في سوريا أيضا صينية وروسية والبنى التحتية في سوريا أيضا تقوم عليها شركات إنشائية روسية وصينية لا يستطيعون أن يفقدوا كل هذه الامتياز ولكن لا ننسى أن اللعبة السياسية في المنطقة هي مكانها في سوريا معظم استراتيجيات في المنطقة تصب في سوريا بسبب وجود الحدود مع إسرائيل أيضا الصبي المدلل إيران لها مصلحة في سوريا تركيا لها مصلحة في سوريا الولايات المتحدة الأمريكية لها مصلحة في سوريا روسيا وصينية لهم إذن هي منطقة خطيرة جدا إنها قلب نابض لتلك الاستراتيجيات في المنطقة ولا بد هنا كل من أن يحافظ على استراتيجيته ومكانه وموقعه في تلك المنطقة من هنا أنا أرى أن صعوبة الملف السوري هذا ملف شائك وعملية إسقاط النظام ليست بالأمر السهل ونحن أمام السيناريوهات متعددة جدا وهذا ما أخشى أن تطول المدة ممكن حضرتك توضح لنا معلومة ممكن ما تكونش واضحة أنا عن نفسي وأكيد فادي معايا برضو أو للمشاهديننا مش فاهمينها هي سوريا دولة سنية؟ ولا يعني أنا لعرفه أنه الحاكم والنظام عموما الجيش والأمن يعني علوي والدولة سنية هل المعلومة اللي أنا بقولها دي غلط؟ نعم بالحقيقة المجتمع السوري مجتمع وبدون قطع كلامك معلش لو أنا يعني أنا آسف وهل لو أنا بقولك كلام ده صح؟ هل اللي إحنا شايفونه من بره ده حاجة وجوه سوريا نفسها حاجة تانية خاصة بالدين؟ نعم أرى أنا أن المحللين السياسيين والأخوة العرب الذين ينظرون إلى الملف السوري ينظرون من الخارج ولا يستطيعون أن يعبروا إلى دهاليز السياسة السورية في الداخل ولا إلى التكوين الاجتماعي المجتمعي في سوريا نحن مجتمع متعدد الطوائف لا يقل عن 17 طائفة متعددة تعايشنا منذ مئات السنين تعايش الود والرحمة والترحم والتأخي والمحبة لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي سنيا وشيعي سنيا ودرزي وعلوي كلنا متحبون ومتفاهمون ما حصل أن النظام لعب على الوتر الطائفي فقام بدب الرعب في الأقليات في قلوب الأقليات نفس اللي بيحصل عندنا نعم بالنسبة للوضع السوري نحن كالسنة قد نشكل السبعين إلى خمسة وسبعين بالمأة نحن الأغلبية ولكننا لا نعاني من مركب نقص ما حصل معنا أن أقلية حكمتنا ولكن ليس الطائفة العلوية من حكمنا هو بشار الأسد الذي اختطف وأبيه الذي اختطفاء الطائفة العلوية قاموا بإفقار هذه الطائفة في مكان تواجدها وعيشها في القرى والأرياب وفي جبال الساحل أفقروها أبعدوا عنها أي نوع من التحضر والتمدن مما اضطرهم للعودة إلى المدن الكبرى والانخراط في الجيش والأمن وأصبحوا جزء من تكوينة هذا النظام وكذلك أخذ الكثير من أبناء الطوائف المتعددة أي أنه لما العصب الطائفي حوله وجعل من عدو لهم مباشر هو الطائفة السنية ونحن لسنا بإعداء للإطلاق وهذه سورتنا سلمية والحرية تأخذ للجميع لا يأخذها السنة فقط والدولة المدنية القادمة هي دولة مؤسسات ودولة ديمقراطية سيعيش برغدها كل الشعب السوري على الإطلاق وصلت يا فاندي من نوت هو بس السؤال الأخير حتى تريباً الوقت بتاع الفقرة خلص حضرتك شايف الفترة اللي جاية الوضع هيتحرك على فين هل في تحركات في الداخل هل في زيادة في الانشفافات يعني حضرتك متوقع الفترة اللي جاية تكون عاملة ازاي وهل في مجلس انتقالي على غرار ما حدث في ليبيا ولا انت حضرتك شايف الخريطة في الفترة اللي جاية ماشية ازاي لأنه دوام الحال وهو قتل البشر كل يوم لأنها استمر طويلة وهذا قلت أنه فيه مصالح كثيرة جدا متدخلة في سوريا فيها العملية مش عملية محبة على العملية فيها مصالح والمصالح ممكن تستغل تدخلات عسكرية وخصوصا مع اتفاع النغمة في تصعود الهجوم على ايران من ناحية اسرائيل فاين اللي متوقع في الفترة اللي جاية انا اعتقد ازدياد الانشقاقات في الجيش هذا امر محتوء حتمي سيزداد الانشقاق وهذا سيشكل عبءا كبيرا على المؤسسة العسكرية الحراك الثوري سيستمر وبعنف وسيزداد الانشقاقات في الجيش ستزداد والجيش السوري الحر سيكبر وسيصبح اكثر قدرة على الدفاع عن المتظاهرين وهذا سيضعف بدوره النظام والآلة العسكرية هذا بالنسبة للداخل السوري بالنسبة للوضع المبادرة العربية انا ارى ان المبادرة العربية الان تتجه باتجاه سيناريو انا انبه له منذ الان السيناريو يقول ما حدث البارحة من حدثا امام جامعة الدول العربية قد يكون هو فعل طبيعي لاناس معارضين رأوا ان هذه الفئة من المعارضة التي جاءت من الداخل قد سنعت من قبل النظام او لها علاقة بالنظام انا اعتبر كل المعارضين السوريين هم شرفاء ولا ادخل في خانة التخوين على الاطلاق ولكن ما حصل قد يكون هناك بعض المندسين بين المتظاهرين الذين ضربوا هؤلاء المعارضين ومنعهم من دخول الجامعة العربية قد يكون مقدمة للسيناريو عندما يعود هؤلاء الى سوريا سيرفضون الانخراط بالمبادرة السورية والحوار مع النظام لان المعارضة هناك معارضة في الداخل ومعارضة في الخارج سيرفضون الحوار ويقولون نريد دولة ثالثة ارضا محايدة لا نريد في مصر لانه حصل ما حصل معنا من هنا قد يكون هناك حوارا في بلد ثالث وانا ارشح قطر لهذا الحوار من هنا سيتم اعداد الطبخة بالصورة المناسبة يوجد معارضة في الداخل جاهزة للتوقيع والموافقة على بقاء رأس النظام مع عملية إصلاحية شكلية ومعارضة من الخارج قد تتماهى مع هذه المعارضة متفقتان مع ضغط عربي من اجل اخماد الثورة السورية من هنا ارى هذا احد السيناريوهات المتوقع في المرحلة القادمة سنعمل على احباطه نحن المعارضة الوطنية عيوننا مفتحة ذهننا صافي نراقب بحذر لنا ايدينا في الداخل السوري نستطيع ان نتخذ القرار في الوقت المناسب نرفع ايدينا نقول لا فنسقط اي مبادرة عربية المعارض والاستاذ احمد رياض غنام من القتلة السورية شكرا جزيلا لحضرتك فاندم نتمنى لكم التوفيق انه كنتوا تعملوا لمصلحة الشعب السوري في الاول والاخر مصلحة الشعب السوري هي الاهم من اي اتجاهات او اي خلافات متفرقة في اي حتة في العالم انا اود اشكر محطتكم الكريمة ولكن اوجه شكري ايضا للشعب المصري العظيم الذي احتضنا المعارضة واحتضنا الشعب السوري ووقف ويقف دائما مع ثورة الشعب السوري قلبا وقالبا شكرا يا فاندم نوردنا دكتور وقلبنا كمصريين كلنا معكم اهلنا السوريين اتمنى انه الوضع يتحل في اقرب فرصة عشان دماء اهلنا لا تراق على الارض مشاهدينا بنحب انفكرتوا انه اللي هدفوه اللي فاتته حلقتنا ولسه بيشوفنا دلوقتي ممكن يتابعنا على اليوتيوب على الشانل بتاعتنا نارى www.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.youtube.com فقرتنا اللي جاية هنرجع فيها بقى لبلدنا ونشوف الانتخابات ايه يحصل فيها فقرتنا اللي جاية هتكون عن حملة احمي صوتك وهي كتلة صوتية هدف اتاحة وحماية الحقوق الاساسية للمواطن من خلال التأثير في انتخابات المجالس المحلية والنيابية هتكون مع أشرف وفعلا صوتنا أمانة يريد كل واحد بيشوفنا يدور كويس قوي ويفرز كويس قوي من اللي هيشوف فترة اللي جاية عشان مستقبل بلدنا في إيدينا نشوفكم بعد الفاصل